موقف تركي صارم ورافض أعلنه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن انضمام السويد وفنلندا إلى حلف الناتو موقف جاء مبنيا على عدم اتخاذ البلدين موقفا صريحا حيال التنظيمات والميليشيات التي تعتبرها أنقر إرهابية فضلا عن فرض كل من السويد وفنلندا في وقت سابق حضرا على توريد الأسلحة إلى تركيا وعدم تسليمهما لثلاثة وثلاثين مطلوبا تطالب تركيا بهم هذا الموقف التركي الحازم قابله خضوع سويدي فنلندي تمثل بإعلان سوك هولم استعدادها للحوار مع أنقر من أجل بحث وحل جميع علامات الإسفام المتعلقة بتحفظها على انضمام بلادها لحلف الناتو لتعلن رئيسة الوزراء السويدية مجلينا أندرسون استعدادها لزيارة تركيا فنلندا من جهتها تأملت رفع التحفظات التركية بشأن عضويتها في الناتو بالتفاوض أعلن ذلك الرئيس الفنلندي ساولي نينيستو معاربا عن أمله في أن يتم حل المسألة عبر مفاوضات بناءة وحول زيارة المزمع لوفدين من فنلندا والسويد إلى أنقرة قالها أردوغان صراحة بأنه لا داعي لها إن كان الهدف منها محاولة إقناع تركيا بقبول انضمام البلدين إلى الناتو نحن فعليا في مقدمة البلدان الداعمة بشدة لأنشطة الناتو ولكن هذا لا يعني أننا سنقول نعم لكل مقترح دون استفهام واستفسار في وقت أشارت تقارير صحفية تركية إلى أن أنقرة ستسلم فنلندا وسويد بيانا من عشرة شروط لموافقة على طلب انضمامهما إلى الناتو شروط دارت كلها حول توضيح موقف البلدين تجاه اعتبار ميليشيا البكاكا تابع لحزب العمال الكردساني وفروعها كيانا إرهابيا وإيقاف الدعم المالي لها ووقف أنشطة أعضاء منظمة جولن وتسريع إجراءات تسليم المطلوبين إلى تركيا ومع تصاعد حدة التوتر في العالم بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا فأن الكثير من الدول باتت تسارع الخطى لضمان صفافها ضمن تحالفات قد تقيها شر الحرب